للمتابعة ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من طبرق الكاتب والمحلل السياسي دكتور فوزي حدد سيد حدد أهلا بك معنا ما أهمية إذن توحيد حرس المنشآت النفطية في ليبيا حسب ما أعلن المحجوب نعم مساك خير وكذا الفريق العامل معك وأيضا مشاهديكم الأكارم هي خطة مهمة جدا الحقيقة في سبيل توحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة كما تعلم منذ 2014 وحتى اليوم ما حصل اليوم في البريق من اتفاق بين جنحي حرس المنشآت النفطية بحضور رئيس المؤسسة صنع الله وبحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة السيدة ستيفاني اليوم هو سلسلة من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها كما ذكرتم في تغييركم من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 زي 5 المرفض أن اللجنة العسكرية تحقق كل يوم نجاحا ليس فقط على صعيد اجتماعاتها في موعدها المقررة سواء في جنيف أو في غدامس أو في سرط وإنما أيضا تحقق حتى على صعيد العمل اليوم تم تحقيق جانب مهم وهو توحيد جناحي حرس المنشآت النفطية في ليبيا بعد أن تم فتح كل الموانئ النفطية وكل الحقول أمام إعادة تصدير النفط الليبي الذي وصل بحمد الله هذه الفترة إلى أكثر من مليون برمين يوميا بعد الإعلان عن هذه الخطوة يتم الحديث بالفعل عن آليات والتنفيذ على أرض الواقع مختلف بكل تأكيد عن مجرد الإعلان وبالتالي ما التخوفات الممكنة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات 5 زائد 5 العسكرية أنا أتصور أن الأمور ستمضي على ما يرام لأن اللجنة المركزية أو لجنة 5 زائد 5 متفقة فيما يبدو على كل الأمور العالقة فيما بينها ويأتي هذا المسار وهو أسهل المسارات على فكرة لأن معظم المنتسبين إلى حرس المنشآت النفطية هم من شرق ليبيا لأن الحقول النفطية كان مسيطرة عليها الجيش وكل من يحميها وتواجد فيها هم من الجناح الشرقي كانت طرابلس حقيقة تمثل المشكلة الكبرى في أنها إدارة الحرس المنشآت كانت في طرابلس وهذا ما أدى إلى منع تدفق الأموال والمرتبات إلى أعضاء هذا الجهاز إذن هذه المسألة سوف تحلها على هذا الشكل يعني تعود الأمور إلى إنسابيتها السابقة ويوحد الجهاز برئيس واحد كما كان العمل به قبل عام 2014 أتصور أن المسار العسكري يسير بدعم قوي جدا لسفقة من طرفين في الشرق وفي الغرب وإنما أيضا من الأمم المتحدة ومن الجميع الحقيقة والمستغرب أن المسار السياسي لا يسير بنفس الوتيرة كما يسير المسار العسكري وكنا نعتقد أن المسار العسكري هو الأكثر تعقيدا المسار الليبية تريد أن تقول أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد بالفعل لحل شامل ليبيا لهذه الأزمة المستمرة التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية وبالتالي الحل مفتاحه النفط وليس آخر هذه الحلول البدء بإجراء انتخابات العام المقبل صحيح أبدأ من آخر كلامك وهو نجاح المجتمعين في تونس ممكن نقوله نصف نجاح حتى نقول نصف فشل بتحديد على الأقل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في نهاية العام المقبل وما يؤدي لهذا أو يجعل الأمور إلى فيها شيء من الأطمئنان أن المسار العسكري وهو المهم توصل لوقف إطلاق دائم للنار وكل اجتماعات تنضي بسلاسة حتى الآن ونرجو أن يكون هذا ملهما للسياسيين للتوصل إلى حل شامل وتوحيد البلد في حكومة الوحدة وطنية عامة قريب الدكتور فوزي الحداد الكاتب والمحل السياسي كنت معنا عبر سكايب من طبرق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك